اوكينا بارح لما بتعمل تبنعمل نيراليزيشن لهاي الفروسس. ما برغش نكمل بهاي المعادلة ما برغش نكملها. هي عندي علاقة بين Q و H. المشكلة العلاقة بين Q و H مش لدي. اخدت هون جبرة التربية. فايش لازم نعمل؟ نحاول نعمل هالي نيراليزيشن. بس وين بعمل هالي نيراليزيشن؟ حوالي الـ Operating Point. هلأ فيه كتب بتسميها Cuiscent Point أو Steady State Point. فيه نقطة هون هي H step state و Q step state عندها وحعمل. فراح اقول انه Q dynamic لها تساوي K في H dynamic. فبصير عندي كأني عمالي بقول انه Q total of T تساوي Q bar زائد Q dynamic of T. و H total تساوي H bar زائد H dynamic of T. صار الموديل اللي بننطلعه. الـ dynamic الموديل اللي بننطلعه مش ما بين Q total و H total. الـ dynamic موديل اللي بننطلعه هو بين Q dynamic و H dynamic. واحنا عارفين انه الـ point اللي احنا عم نعمل عنها هي هاي الـ point. انا كلنا قلت حركت الـ origin. حركت الـ origin من هون لها. فانا بدأ نرسم هادا مربطة بالـ tank. هادا بيصير H bar. وهاني هون بتصير H dynamic of T. وكل هاي. الـ dynamic موديل اللي تبعنا بطل علاقة ما بين H total و Q total. الـ dynamic موديل اللي احنا اشتقيناه صار علاقة ما بين H dynamic و Q dynamic. أوكي ماشي تفاهمين لكل الفكرة هاي. صار انا اعتبرت انه steady state condition ذو اللقطة بي بشتغل حوليها. هي steady state condition دهي تبعه H bar. وهون نفس الاشي عندي هون Q bar زائد Q dynamic of T يساوي Q total of T. transfer function او state space model. transfer function فرضا كانت F وعندي اللي هو الـ output على الـ input فانا بفترض انه عندي هون Q على H و S مظبوط انا حطيتها هيك هي الـ output على الـ input مظبوط. بس هاي مين؟ احنا بنعرف انه Q shifted above Q bar. بس احنا الـ dynamic موديل تبعنا بطل ما بين Q total و H total صار بين Q dynamic و H total. اوكي؟ هلا هذا بسمح لي اكمل لها. فاضل اشتغل هان وانا بعتبر انه هدول steady state condition. Q bar كانت موجودة في وراح اضلها موجودة في الـ plus infinity. و H bar موجودة كانت في الـ minus infinity وراح اضلها موجودة plus infinity. الاختلافات اللي بتصير حواليهم هي الـ variable اللي اللي اعمالي بعمل له protein اللي هو Q dynamic او H time.